القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا تمكن بوغالب بن حميدان كما عدة مئات من المغاربة من الحصول على عقدة للعمل في جبل طارق الصخرة التي تطالب بها إسبانيا تحت الحكم البريطاني منذ قرون في تلك الفترة كان التوتر بين إسبانيا التي كانت تحت حكم الجنرال فرانكو وبريطانيا قد بلغ مداء ذاك شأن لا يعني بوغالب في شيء ما يهمه أن يحصل على أجرته منتصف الشهر وآخرة يسميها العمال الكنزة كان بوغالب كما عمال كثيرون ينحدر من شمال المغرب ولد وترعرع في القصر الكبير إلمامه بالإسبانيا كانت له قوة الحسم في ظفره بعقدة العمل في جبل طارق زمنها كان الأجر يغري ولم يكن أي من أولئك العمال يطمح إلى استخدام الزوجة أو الأولاد إلى الصخرة قوانين السلطات البريطانية هناك صارمة بل إن المجال لم يكن يتيح إمكانية حقيقية لاستقرار أولئك المهاجرين برفقة عائلاتهم يعتبر بوغالب نفسه محظوظا لم يكن يقولها صراحة ولكن رفقة المبنى حيث يكتري سريرا كانوا يقولونها بنبرة لا تخل في بعض الأحيان من نظرة حاسدة فقد كان يعمل بستانيا في ثكنة للجيش في أعلى الجبل الذين يجيدون الحساب يهمس بعضهم لبعض بأن بوغالب بما أنه يأكل من مطبخ الجيش البريطاني وأحيانا يمنح لباسا وأحذية فإنه يستطيع أن يوفر من كنزته مبالغ محترمة كذلك كانوا يظنون وكذلك نشأت في ذلك المبنى تنافرات ترفض أن تبوح باسمها وحسد وغيرة لعله ضيق المكان كان المعبر معبر لالينيا المفضي إلى إسبانيا مغلقا كانت الرحلات البحرية السريعة من جبل طارق إلى طانجا في الاتجاهين متوفرة بشكل يومي وعدة أيام في الأسبوع كانت تتوفر رحلات جوية من الصخرة إلى مطار بخالف كذلك كان اسم مطار طانجا في تلك الحقبة الجار المباشر لبوغالب في ذلك المبنى الموروث عن الجيش البريطاني وحيث تصطف الأسرة شاب من طانجا اسمه البشير بطلعة وقد وشد عملا في ورشة للنجارة الخشبية كان مساعد نجار وكان يستفيد بانتظام من عطلة أسبوعية تبدأ منتصف نهار السبت وتستمر حتى مساء الأحد وغالبا ما كان يمضي نهايات الأسبوع تلك في ورشة صديق له نجار من سكان جبل طارق يدعى خايمي حيث يعملان لحسابهما الخاص يصلحان الأثاث ويصنعانه بأثمنة لا تطالها منافسة كان معا يشتغلان في معمل النجارة الكبير الذي كان يصدر ما ينتجه إلى جهات مختلفة في بريطانيا وكذلك استطاع البشير أن يجمع مبلغا من المال محترما كانت أمه تلح عليه في الزواج وكان يتهرب بإصرار وحين كان الضغط يشتد عليه كان يغيب عن طانجا شهورا طويلة أعجب بغالب بالشاب الطانجاوي فعمد بدوره إلى الاشتغال لحسابه الخاص أيام عطل نهاية الأسبوع وكانت في لائحة زبائنه امرأة شابة جبل طارقية لعلها كانت في مستهل العقد الخامس من العمر وكانت لديها في سكنها حديقة صغيرة ملئت نباتات مزهرة من أصناف شتى لما تعودت على مجيئه صارت تأنس إليه وتقترب حين كان يشذب تلك النباتات ويرطبها ترتيبا بديعا صارت تأتيه بالقهوة إلى حيث كان يعمل ثم دعته مرة إلى الداخل تطورت العلاقة بين بغالب وتريسا كذلك اسمها إلى علاقة غرامية ومع مرور الوقت لم يعد بغالب يأتي إلى سريره احتاجت تريسا نجارا يصلح لها بعض الأثاث ومع أن بغالب لم يقم علاقة تستحق أن توصف بالصداقة مع البشير فإنه جاء إليه يعرض عليه أن يقوم بتلك المهمة لم يكن هناك ما يمنعه من الاستجابة مضى مع بغالب إلى منزل تلك المرأة كانت ذات قامة دون المتوسطة ولكنها كانت ذات وجه مليح كلما ابتسمت ظهرت في فمها أسنان بيضاء لم يمسسها عوجاج استقبلت البشير بابتسامتها البديعة تلك وتقدمته إلى غرفة نومها ظل بغالب خلفهما يتابع ما يجري كان البشير كما بغالب يتقنان الإسبانية وكان ذلك ما يميزهما عن كثير من العمال كانت السيدة تريسا ترغب في تغليف مستبط في عمق غرفة النوم بالخشب وفي جانب آخر من البيت في الصالون أرادت استحداث مكان تملأه زهورا ويكون بمثابة حديقة داخلية لم تكن مهمة مستحيلة سجل البشير المقاسات واتفق مع السيدة الجبل طارقية على أن يعود إليها بعد يومين ليقدم لها تقديراته لكلفة ما سيقوم به كانت المرأة ذات غنا تشيبه تلك اللمسات الأرستقراطية التي تتبدى من سلوكها ومن خلال علاقاتها الاجتماعية في الصخرة في النهاية ليس ذاك ما يهم البشير ما يهمه أن يقوم بالعمل المطلوب وأن يحصل لقاءه على أجر معقول وقد قرر أن يجتهد وأن يقدم لسيدة تريسا نموذجين على الأقل مما يمكن تطبيقه في غرفة النوم والصالون في اليوم الموعود وقبل أن يقصد بيت السيدة تريسا حارس على إختارها هاتفيا بالساعة التي سيحضر فيها إلى بيتها لاحقا سيفهم أن تصرفه ذاك أعجب السيدة قالت لصديقها بوغالب إن الشاب البشير رجل لبق ويعرف كيف يتعامل مع الآخرين لعل بوغالب لم يعطي كلامها كبير اهتمام لم يكن في الأمر ما يدفع إلى تأويل أو تفسير مرت عشرة أيام احترم البشير الموعد الذي اتفق عليه مع السيدة تريسا وجاء يحمل مكونات الدكور الذي سيضعه في غرفة النوم كان قد اتفق على أن يبدأ بتغليف تلك المستبة وإعطائها شكلا يجعلها تنسجم تماما مع أثاث الغرفة ما كان لفت انتباهه منذ اليوم الأول أن تلك المستبة التي يفوق ارتفاعها الثلاثين سنتيمترا عن مستوى أرضية الغرفة لم يكن يظهر لها من مبرر ذاك شأن لا يعنيه حرس البشير على أن يغلف واجهة تلك المستبة بخشب الأرض المنقوش استرسلت الأشكال ثمانية الأضلاع المتداخلة عبر صفحة خشب الواجهة مانحة الناظر إليه رحلة في خطوط وتداخلات لا تنتهي وتمضي في كل اتجاه تمضي فيه العين الخشب الذي غطى الجانبين كان أملس لما طلي بالبرنيز اكتسب لمعانا أضفى عليه المزيد من الجمال في الصالون ركب البشير أضلاع صندوق خشبي كبير هارب طوله المترين وعرضه زاد قليلا عن المتر وقد اختارت السيدة تيريسا أن يكون عمقه ثمانون سنتيمترا على واجهاته الداخلية ألسقت أوراق معدنية مقاومة للصدأ والتسربات يعلم أن السيدة تيريسا ستأتي بعد أيام بتراب تزرعه أزهارا هي قالت له ذلك بنهاية ذلك اليوم وكان يوم أحد أنهى البشير الأشغال التي طلب منه القيام بها طلبت منه ربة البيت أن يعود في اليوم التالي ليتسلم شيكا بالمبلغ المتفق عليه لم ير في الأمر ما يدفعه إلى القلق السيدة أبانت عن جديتها مساء الاثنين جاء البشير بطلعة إلى منزل السيدة تيريسا كما طلبت منها قرع الجرس انتظر بضع دقائق ثم قرعه من جديد ولكنه لم يتلقى جوابا مضى إلى كشك للهاتف وركب رقم منزل السيدة تيريسا لا أحد يرد لما عاد مرة أخرى لاحظ على عتبة باب بقايا تراب أسود لم يكن في الأمر ما يثير الاستغراب السيدة تيريسا استقدمت التراب لملء السندوق الخشبي الذي ركبه في الصالون قبل أن تزرعه وردا مر الوقت سريعا لاحظ البشير أن أنوار منزل السيدة تيريسا ظلت مطفأة قرر أن يذهب إلى حال سبيله على أن يعود في الغد بعد أن يتصل بها هاتفيا تفطن البشير إلى أن بغالب نفسه غاب في ذلك اليوم ولكنه مضى يفكر في أشياء أخرى آوى إلى سريره واسترخى ثم ما لبث أن نام لما التحق في الصباح بمقر عمله في معمل النجارة جاء أحدهم من الإدارة يطلبه قال له إن المدير يريد مقابلته لم يخفي اندهاشه فلم يتعود أن يدعى إلى الإدارة التي لا يمر بها إلا لتسلم أجره نصف الشهر الكنزة حاول أن يجد في ذهنه ما قد يكون مباررا لتلك الدعوة ولكنه لم يجد شيئا قرر الاستجابة دون ما إبطاء فدلف إلى مكتب المدير توجه البشير بطلعا إلى مكتب المدير كان يوجد في الطابق العلوي لمعمل النجارة حيث يشتغل وهو في الطريق انتابه إحساس غريب لم يكن يذهب إلى مكاتب الإدارة سوى مرتين في الشهر ليقبض أجرته مرة في وسط الشهر وثانية في آخره كان يود لو تبقى ذكراه الوحيدة مع الإدارة تقدم من باب المدير طرقه بلطف وما لبث أن جاء صوت من الداخل تبينه كان صوت المدير يأذن له بالدخول ما أن فتح الباب حتى انتبه إلى أنه لم يكن بمفرده في الكرسي المقابل لمكتبه جلس رجل أشقر لم يسبق للباشير أن رأاه نعم سيدي رسم المدير على شفتيه ابتسامة مقتضبة نظر جهة ضيفه وقال له إنه الباشير بطلعة سيدي التفت إلى الباشير وقال له هذا العميد جيمس من الشرطة ويريد أن يسألك في قضايا تخصك نظر إليه العميد وابتسم ابتسامة عريضة تمدد لها شارباه في تلك اللحظة نهض المدير من كرسيه قائلا سأترككما شكرا لك قال العميد جيمس قبل أن يلتفت من شديد إلى البشير أظنك لا تعرف لما جئت في طلبك لا سيدي قال البشير سأقول لك أبدى الشاب المغربي اهتماما بمعرفة السر سأله هل تعرف بوغالب بوغالب بن حميدان وجد العميد جيمس صعوبة بادية في نطق الاسم نعم أعرفه ما الذي تعرفه عنه في الحقيقة سيدي لا أعرف الكثير هز العميد جيمس رأسه أوحت إشارته إلى البشير بأنه ينتظر أن يقول له ما يعرفه عن بوغالب قال الشاب القادم من طانجة تعرفت عليه هنا في جبل طارق قال إنه جاء من القصر الكبير هذه أشياء نعرفها أنا أريد أن أعرف منك أشياء أخرى نعم سيدي ابتلع البشير ريقه أحس بانقباض في حلقه ثم استأنف الحديث كان سريره يجاور سريري ولكنه لم يأوي إليه منذ مدتنا الآن صار رفيقا لسيدة تيريسا هي سيدة محترمة ارتبط بها بعد أن كان يأتي إلى منزلها للاعتناء بحديقتها بدل العميد جيمس وهو يدقق النظر في وجه البشير وكأنه يحاول أن يرصد ما قد يفيد بأنه يكذب أو يريد إخفاء معلومة ما وهل تعرف أنت السيدة تيريسا نعم تعرفت عليها بواسطته كيف ذلك سيد بوطلعة منذ نحو أسبوعين جاءني بوغالب يطلب مني أن أنجز أشغال نجارة في بيت السيدة تيريسا قلت منذ نحو أسبوعين نعم سيدي وما هي الأشغال التي قمت بها هل أخبرك صاحبك بوغالب بطبيعتها لا لم يحدثني عن ذلك أمسك البشير قليلا عن الكلام كان ينتظر أن يوجه إليه العميد جيمس سؤالا آخر ولكن الرجل الأشقر ظل ينظر إليه بعينين فاحصتين بدى وكأن ذهنه شارد وكأنه يفكر في شيء آخر ثم عاد أكمل بشير نعم سيدي ذهرت معه إلى منزل السيدة تيريسا يومها تعرفت عليها دخلت معها غرفة نومها حيث أردتني مستبة طلبت مني أن أغلفها بالخشب ثم عادت بي إلى الصالون وطلبت مني أن أعد لها صندوقا خشبيا كبيرا قالت إنها تريد أن تزرعه أزهارا ويكون حديقة صغيرة داخل الصالون وهل أنجزت لها ما طلبت نعم سيدي ولكنها لم تدفع لي أتعابي حتى الآن هل رفضت لأنك لم تقم بالأشغال كما ينبغي لا 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 سيدي كانت قد طلبت مني أن أعود إليها يوم الاثنين لتسلمني شيكا بالمبلغ المتفق عليه ولما عدت قرعت جرس الباب عدة مرات ولكن لا أحد فتح الباب حتى بوغالب اختفى اتصلت برقم الهاتف المنزلي ولكن لا أحد رد علي هذا كل ما في الأمر جيد بشير أريد أن أسألك بضعة أسئلة أخرى نعم سيدي تلك المستبى التي قمت بتغليفها في غرفة نوم السيدة تيريسا هل كانت كبيرة تبسم البشير بطلعة كاد يضحك ماذا هناك بشير لا شيء سيدي فقط حتى الآن وبعد أن قمت بتغليفها لم أجد في مخيلة ما يفسر وجود تلك المستبى في ذلك المكان ولقد ذكرتني عوده الابتسام ذكرتني بالكيفية التي تبنى بها القبور عندنا لم يتمالك نفسه وضحك اعذرني سيدي ابتسم العميد جيمس ابتسامته العريضة وتمدد لها شارباه مرة أخرى ثم قال لقد كانت قبرا أحس البشير بالدم يجمد في عروقه ابتل عريقه امتقع لونه وصفر نعم استأنف العميد جيمس في المستبة رفات رجل أنا لم أكن أعرف ما تحت تلك المستبة قال البشير بدى لي أنها كانت هناك منذ زمن بعيد في الحقيقة لم أسأل السيدة تيريسا التي كانت تكلمني بلطف اكتف العميد بابتسامة لم تحمل معنا محددا ثم أضاف الصندوق الذي صنعته ووضع في الصالون ليكون حديقة في الداخل كما قلت وجدت به جثة بغالب ذهل البشير هل مات بغالب نعم مات أدمعت عين البشير بكى في صمت نظر إليه العميد جيمس في صمت ربت على كتفه وقال له إذا احتجنا إلى إفاداتك سنعود إليك كانت في حلقه غصة هز رأسه موافقا خرج العميد جيمس وتبعه البشير أمضى بقية يومه حزينا كانت صداقته مع بغالب في بدايتها استعرض أكثر من مرة شريط الاستجواب الذي أخضعه له العميد جيمس ولاحظ أنه لم يأتي على ذكر مآل السيدة تيريسا مرت أربعة أيام لم يعد العميد جيمس خشي البشير أن يصير محل شكوك ولم يسأل عن جثة بغالب قيل له إن الجثة تنقل إلى المشرحة لفحصها وتشريحها إن دعت الضرورة إلى ذلك لمعرفة أسباب الوفاة صباح السبت جاء صديقه خايمي بصحيفة محلية في صفحاتها الداخلية تحت عنوان كبير جثث في منزل تيريسا مقال تضمن الكثير من التفاصيل حول الذي حدث قبل أسبوع في ذلك المنزل الجميل كان خايمي يقرأ المقال بصوت مرتفع بدأت القصة عندما رست على مكتب رئيس الشرطة رسالة بعث بها مجهول وتزعم أن سيدة تيريسا رامون بيتر قتلت قبل عشرة أعوام زوجها مانويل رامون وإنها دفنت جثته في منزلها وادعت أنه مات غرقا ولم تظهر جثته تردد رئيس الشرطة قبل أن يتحرك كانت إفادات بعض جيران تيريسا قد حملت ما يدل على أنها كانت تقوم بأشغال في داخل البيت يساعدها عشيقها الجديد بغالب وقد أسند التحقيق حول صدق ما في تلك الرسالة مجهولة المصدر إلى العميد جيمس مايور الذي اضطر إلى اقتحام المنزل بعدما طرق الباب عدة مرات لحظتها يضيف المقال وقع على اكتشاف رهيب من صندوق خشبي ملئ بطربة الحدائق كانت تطل أجزاء من جثة رجل ما لبث المحققون أن عرفوه اسمه بغالب بن حميدان الرفيق الجديد لسيدة تيريسا التي لم يعثر لها على أثر في المنزل وقد ظن المحققون أن رسالة المجهولة قد تكون صادقة فيما حملتها من أن البيت يأوي رفاة مانويل رامون زوجها الذي ورثت عنه ذاك المنزل الجميل وقد قادت أعمال التفتيش المحققين إلى مصطبة في غرفة نوم تيريسا ما لبثوا أن اكتشفوا أنها قبر آوى رفاة الهالك مانويل لما توقف خيمي عن قراءة المقال قال البشير لا شيء عن تيريسا لا شيء قال خيمي قبل أن يضيف لعلهم يلاحقونها الآن شهرين بعد تلك الاكتشافات الرهيبة عثر على تيريسا جثة هامدة صعدت أعلى الجبل وشنقت نفسها بحبل متين ربطته إلى شجرة في جيب معطفها تركت رسالة بضع كلمات قتلت بوغالب كما قتلت مانويل من قبله عيناه صارت تنظران إلى أخريات السم الذي قتلت به مانويل جرعت منه بوغالب صاحب الأزهار الجميلة لما سمح بنقل جثمان بوغالب إلى القصر الكبير رافقه البشير وقد أقنعت عائلته بأنه قضى في حادثة شهر قصتنا تبدأ في حي كارير سونترال الشهير بالدار البيضاء كان فيما مضى أكبر وأقدم تجمع سكني صفيحي في المغرب في هذا الحي الذي ارتبط بمقاومة الاستعمار ولد في ربيع العام خمسة وسبعين تسعمائة وألف خالد الحملي كان والده عاملا في معمل تكرير السكر بينما كانت والدته ربة بيت كان الولد الوحيد لهذين الزوجين الذين ينحدران من تافلالت كان حلم والد خالد أن يمكنه من واصلة الدراسة حتى المستويات الأعلى وقد تمكن الشاب من بلوغ مستوى البكالوريا غير أنه لم يتمكن من الحصول على الشهادة كان المرض قد أقعد والده عن العمل ومن فراش مرضه نصحه بولوج تكوين المهن يعله يظفر بحرفه عمل بنصيحة والده والتحق بشعبة الصناعة الأحذية العصرية كانت المهنة تعرف نوعا من الازدهار بفضل السمعة الطيبة التي يحظى بها الحذاء المغربي في الخارج بعد ثلاثة أعوام حصل خالد الحنبلي على ديبلوم تقني متخصص في صناعة الأحذية ولكنه لم يتمكن من الحصول على عمل نحن الآن في العام سبعة وتسعين تسعمائة وألف خالد يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما توفي والده منذ عام تقريبا ولم يعد لأسرته من معيل لما يأس من العثور على عمل يوفر له دخلا قارا توجه إلى حرفة لم يخطر بباله يوما أن يتعاطاها تدبر أمره وصنع لنفسه صندوقا وضع به بضع علب من صباغة الأحذية وفرشاه قرر أن يصير ماسح أحذية لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لشاب نال حظا من التعليم ومن التكوين أيضا ولكنه قرر أن يكون ماسح أحذية يختلف عن باقي ماسحية الأحذية منذ الأيام الأولى لمس خالد أن تلك المهنة التي يعتبرها كثيرون دونية مكنته من دخل يومي يتيح له توفير بعض ما يحتاج إليها قرر أن يكون مختلفا عن باقي ماسح الأحذية ولذلك كان حريصا على نظافة مظهره ولباقة حديثه كان ينتقي عباراته بدقة وهو يخاطب زبناءه اتخذ خالد موطنا للعمل رصيف البريد الكبير وأحيانا كان يقف بجوار بنك المغرب وسرعان ما تعود عليه الموظفون ومنهم الموظفون رفيع والمستوى الذين دأبوا على التوقف عنده لتلميع أحذيتهم قبل أن يلتحقوا بعملهم مضت سبعة أعوام تحسنت أحوال صاحبنا خالد الذي اشترى دراجة نارية ظل حريصا على أناقته وقد تعود باعة الصحف وأيضا عمال النظافة على رؤيته وهو يصل إلى جوار البريد الكبير أو بنك المغرب اشترى هاتفا نقالا مجهزا بآلة تصوير وكان في أوقات الفراغ حين يكون في انتظار وصول الزبناء يزاول ما بدا هواية كانت كامنة بداخله كان يعشق التصوير كان يحب تصوير السيارات الفخمة ثم صار موضوعه تصوير الأحذية ثم صار يصور الوجوه التي تعبر من أمامه وجوه في زحمة شارع الدار البيضاء وأخرى تأتي من أنحاء المغرب كافة مع مرور الوقت صار لديه كم هائل من الصور الذين يعبرون من أمام البريد المركزي في الدار البيضاء أو من الرصيف المحاذي لبنك المغرب لم يكن لهم أن ينتبهوا إلى ما كان يقوم به ماسح الأحذية ذات مرة لاحظ توقف سيارة فارهة سوداء اللون ألمانية الصنع أمام بنك المغرب وبما أنه يعشق إلى حد الجنون تصوير السيارات الفارهة فقد صورها لاحظ أن رجلين أنيقي المظهر نزل من السيارة ثم وقف أمام مدخل بنك المغرب تردد ثم في غفلة منهما صورهما في اليوم التالي لاحظ خالد ماسح الأحذية أن السيارة السوداء عادت لتقف أمام مدخل بنك المغرب كان شبه موقن بأنها السيارة ذاتها التي كانت متوقفة هناك أمس ولكن الذي أثار انتباهه أنها لا تحمل الألواح المعدنية ذاتها عاد إلى هاتفه المحمول واستخرج الصورة التي التقطها بالأمس كانت السيارة تحمل لوحة معدنية مختلفة وكما حدث بالأمس فقد نزل رجلان من السيارة ووقف بمدخل بنك المغرب بينما لم يغادر السائق كرسية كان خالد ماسح الأحذية يقف في مكان قريب لم يثير انتباه الرجلين بدى لهما وكأنه يلهو بلعبة في هاتفه النقال وما أن لمس منهما غفلة حتى صورهما في تلك اللحظة فتح باب بنك المغرب وخرج منه رجل أصلع قصير القامة كان يحمل حقيبة سوداء رأى خالد الرجلين وقد أسرع إلى وضع غطاء أسود شفاف على رأسهما ووجهيهما تقدم أحدهما نحو الرجل ورش عليه غازا من قنينة بخاخة في لمح البصر سقط الرجل مغشيا عليه كان خالد يتابع ما يجري وهو يصور بهاتفه النقال استولى الرجلان على الحقيبة ثم أسرع إلى السيارة الفارهة ركبا وانطلقت السيارة مسرعة اختفت وظل الرجل الأصلع ملقا على الرصيف كان أحد الرجلين الذين هاجماه قد تخلص من قناعه قبل أن يركب السيارة أخذ خالد القناع ووضعه في كيس بلاستيكي كانت الساعة تقترب من الحادي عشر صباحا بدأ المرة والفضوليون يتحلقون حول الرجل الواقع أرضا جاء أحدهم مسرعا شق لنفسه طريقا وسط المتحلقين حتى وصل إلى الرجل بدأ وقد صدم لهول ما حدث علمت الشرطة أنه سائق شركة البناء وأنه كان يبحث عن مكان يركن فيه السيارة للالتحاق بصاحبه لم تتأخر الشرطة في الوصول كان ماسح الأحذية يتابع كل التطورات علمت الشرطة أن الرجل الذي تعرض للاعتداء هو عبدالعاط الأسمر ويعمل محاسبا في إحدى شركات البناء التي أوكلت إليها وزارة التجهيز بناء سد بالمحمدية كان الرجل قد استلم من بنك المغرب مبلغا يقارب ثلاثة ملايين درهم هي أجور موظفي ومستخدمي الشركة نقل الرجل في غيبوبة إلى المستشفى تقاطر على بنك المغرب متداخلون كثيرون مسؤولون من ولاية الدار البيضاء الكبرى والواكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ووالي الأمن وفريق من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بدأت التحريات لم يجد الباحثون أي دليل على مسرح الجريمة وبعد الاستماع إلى سائق الشركة العقرية توجهوا إلى موظف صندوق بنك المغرب الذي أكد أن المحاسب عبد العاطي الأسمر كان متعودا على سحب مبالغ مالية هامة من شباك بنك المغرب وأنه لم يتعرض لأي مشكلة من قبل علم الباحثون من السائق أن السيد عبد العاطي بعد أن سحب ثلاثة ملايين درهم كان سيسافر إلى مراكش حيث سيدفع لموظفين للشركة أجورهم وجد الباحثون أنفسهم في مواجهة شح في المعلومات التي قد تتيح الوصول إلى الذين هاجموا عبد العاطي الأسمر واستولوا على حقيبته التي تحمل فضلا عن ثلاثة ملايين درهم وثائق إدارية هامة للشركة التي يعمل بها لم يكترف أي من الباحثين إلى وجود ماسح الأحذية كان خالد ينتظر أن يسأل فيجيب بما يعلم وبما أن أي أحد لم يقترب منه فقد لاذى بالصمت في لحظة ما اتخذها تسلية قال في نفسه لما لا يختبر مدى قدرة الباحثين في الوصول إلى الجنة بعد الهجوم الذي تعرض له عبد العاطي الأسمر محاسب شركة البناء بينما كان يغادر بنك المغرب في الدار البيضاء عاد ماسح الأحذية الشاب خالد الحنبلي إلى منزله كان هاتفه المحمول يحتوي على صور تغطي كل مراحل ذلك الاعتداء كان يتوقع أن يقترب منه واحد من المحققين ليسأله ولكنهم جميعهم تجاهلوه ولذلك قرر أن يلتزم السكوت وأن يتابع من بعيد مجريات التحقيق في المستشفى رغم الجهد الذي قام به الأطباء لم يفق عبد العاطي الأسمر من غيبوبته في صبح اليوم التالي للاعتداء فارق الحياة لم يصمد لقوة الغاز المخدر الذي رشه به أولئك الذين اعتدوا عليه وسرقوا منه حقيبته التي كانت تحتوي على ثلاثة ملايين درهم هي أجور موظفين وعمال للشركة التي كان يعمل بها ما قاله السائق الذي كان يرافق عبد العاطي لم يحمل ما يجعل التحقيق يتقدم قال إنه عندما تعرض عبد العاطي للاعتداء كان يبحث عن مكان يركن فيه سيارته ليلتحق به قال أيضا إنهما كان سيسافران إلى مراكش لإيصال مستحقات لموظفين للشركة هناك عد ذلك لا شيء لم يحصل المحققون من السائق على ما يدل أنهما هو وعبد العاطي كان ملاحقين أو أنه لاحظ أن شخصا أو أشخاصا يتبعان خطواتهما لا شيء من ذلك سئل السائق عما إذا كان هناك من كان يعلم بمهمتهما في بنك المغرب فأجاب أن المدير وحده كان يعلم في اليوم الموالي غطى خبر الاعتداء الذي وقع عند باب بنك المغرب بالدار البيضاء الصفحات الأولى للجرائد وفي غياب معلومات كافية حول ظروف وملابسات الهجوم الذي تعرض له محاسب شركة البناء والذي كلفه حياته فإن أغلب الصحف مضت إلى أن ما حدث إنما هو ناتج عن تراخي الجهات المسؤولة عن الأمن الذي نتج عنه تزايد في الأعمال الإجرامية لم يكن الرأي العام المغربي متعاودا على مثل تلك الاعتداءات حيث يرتدي الجنات أقنعة ويستعملون غازات مخدرة أبرزت الصحف خطورة الذي حدث فقد قتل المحاسب وتمكنت العصابة من الاستيلاء على 300 مليون سنتين وضعت التغطية الإعلامية المكثفة لذلك الاعتداء القائمين على الأمن في الضار البيضاء تحت ضغط شديد قل ما تعرضوا له شركة البناء التي كان يعمل بها عبدالعاط الأسمر سعت إلى المساهمة في البحث وقد خصصت مكافأة مالية قيمتها مليون درهم لكل من قدم معلومات تتيح الوصول إلى المؤتدين كانت المكافأة تساوي ثلث المبلغ المالي الذي سطى عليه اللصوص كان خالد الحنبلي ماسح الأهذية قد تأثر لوفاة المحاسب عبدالعاطي اتصل هاتفيا بإدارة الشركة وأبلغها أنه يتوفر على ما يقود إلى المجرمين ولكنه اشترط أن يحصل على التزام رسمي مكتوب من الشركة بدفع مكافأة فور إدلائه بتلك المعلومات كما اشترط أن يكشف ما لديه أمام الجهات المختصة كان الموعد الصبح في ساعة العاشرة طرق خالد باب مكتب العميد محمد الجبوري رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لما أذن له بالدخول شرح أسباب قدومه قال إنه يتوفر على أدلة تؤدي إلى العصابة التي هاجمت محاسب شركة البناء في مدخل بنك المغرب ولكنه أضاف أنه لن يقدم أي من الأدلة التي لديه إلا بحضور محام يتولى توفير الضمانات التي تتيح له الاستفادة من المكافأة المالية التي رصدتها الشركة لمن يقدم معلومات تتيح إلقاء القبض على الجنة كان طلبا غريبا وبعد أن اتصل بالوكيل العام الملك الذي أكد أن ذلك لا يخالف القانون أجرى العميد اتصالا هاتفيا مع نقابة المحامين التي عينت محاميا يمثل خالد الحملي بعد لحظات حضر ممثل عن الشركة وبدأ خالد في سرد الوقائع أولا كما تابعها ثم بعد ذلك مكن العميد الجبوري من هاتفه المحمول قال له إنه يحتوي على صور تخص الاعتداء أولاها صور تعود إلى يوم قبل الاعتداء وأخرى توثق الاعتداء بالكامل في دقائق معدودات تم تحميل الصور إلى حاسوب في مكتب العميد كانت الصور التي التقطها خالد عشية الاعتداء تظهر بشكل واضح وجهي الرجلين الذين نفذ الهجوم كما أن صورة السيارة التي استعملوها كانت واضحة الصور التي التقطها ماسح الاحذية في اليوم التالي تبدأ بصور للرجلين وهما واقفان بالقرب من مدخل بنك المغرب ثم تليها صور لسيارة الفارهة التي كانت مستوقفة بالقرب من المكان لم تكن تظهر بوضوح ملامح السائق ذهل العميد محمد الجبوري لما وثقه ماسح الاحذية في الصور التي تلت يظهر الرجلان وهما يضعان قناعين على وجههما ثم وهما يتقدمان نحو رجل يخرج من باب بنك المغرب وبيده حقيبة يقوم احدهما برش وجه الضحية بعلبة بخاخة في الصور الاخيرة التي استخرجت من هاتف خالد يظهر الرجلان وهما يسرعان الى السيارة الفارهة ويركبانها الصورة الاخيرة صورة للرجل الذي هاجماه كان ملقى على الارض ما قدمه ماسح الاحذية الانيق كان توثيقا كاملا لعملية سطو افضت الى مقتل رجل كان مندوب شركة البناء يتابع مذهولا بعد ان انتهى عرض الصور طلب المحامي من مندوب الشركة ان يقدم لخالد شيكا بمبلغ المكافأة نظر الى العميد الجبوري الذي ابتسم فتح المندوب حقيبته كان الشرك جاهزا ولا يحتاج الا الى اضافة اسم المستفيد مكنت الصور التي التقطها خالد للسيارة التي استعملها الجنات في اليوم الاول من تعقب اثرهم فقد اتاح رقم تسجيلها الوصول الى مالكها وكان رجل اعمال تقدم به العمر فاتخذ سائقا كان السائق من تزعم العصابة لم يكن خالد قد استطاع ان يلتقط له صورة واضحة كان هو الشخص الذي ظل ينتظر الرجلين في السيارة من خلال اعترافاته علم المحققون ان احد الاثنين كان مهاجرا غير قانوني في ايطاليا وهو الذي وفر قنينة الغاز المخدر كما علموا ان الشخص الثاني الذي نفذ الهجوم سبق له ان عمل بشركة البناء وكان يعلم مواقيت قيام المحاسب عبدالعاط الاسمر بسحب المبالغ التي تصرف كأجور للعمال في بضعة ايام القي القبض على الثلاثة ظل راسخا بذهن العميد محمد الجبوري ذلك الكم الهائل من الصور التي التقطها ماسح الاحذية بواسطة هاتفه النقال عقد العميد مؤتمرا صحفيا لتنوير الرأي العام حول مآل التحقيق حول واحدة من الجرائم الكبرى التي عرفتها الدار البيضاء وفي سياق العرض الذي قدمه اشار الى الدور الحاسم الذي لعبه ماسح الاحذية خالد الحنبلي كان الشاب جالسا في اقصى المنصة لم يتوقع ان يمطره الصحفيون بالاسئلة اغلبها حول سر جمعه كل تلك الصور التي تمثل وجوها واقداما من الدار البيضاء قال خالد ان حلمه ان ينظم معرضا لكل تلك الصور قال انه اختار مقدما عنوانا لذلك المعرض الدار البيضاء بعيني ماسح احذية كان بين الحضور صاحب قاعة للعرض بعد ايام رن هاتف ماسح الاحذية كان بجوار البريد الكبير ابلغه الرجل بانه على استعداد لاحتضان المعرض اشتركوا في القناة